اشتركوا في القناة هنبتدي بقى ناخد الريسبيراتوري باسولوجي هم اربع محاضرات ان شاء الله وكده يبقى الموديول كارديو ريسبيراتوري خلص زي ما بنقول في كل محاضرة لازم ابقى عارف هاخد ايه طيب هناخد ايه في الريسبيراتوري كله الكورس كله هناخد في ايه هناخد في النوز هناخد الرينايتس والتيومرز هناخد التونسولايتس هناخد اللارينجايتس والكارسينوما الحاجات دي انت هتاخدها تاني كلينيكالي في الانت او الانفو اوزوم بس لازم تبقى عارف الباسولوجي بتاعها ايه حاجات بسيطة هانتس كده بسيطة مش هناخدش في ديتيلز انت هتاخدها بالتفصيل بعدين لانج هناخد ايه في اللانج بقى الحاجات اللي فوق دي مع الاخيوت ليجينز دي اول محاضرة تاني حاجة في اللانج الاوبستراكتف لانج ديزيز دي مهمة جدا جدا دي محاضرة لوحدها الريستراكتف لانج ديزيز برضو مهمة ومحاضرة لوحدها بعد كده هناخد بقى الانفكشنز اللي هي النومونيز بقى بأنواعها التيومرز والبلورا هناخد فيها البلوريتس والتيومرز وكده يبقى الكورس بتاع الريستراكتوري انتهى نيكست طيب نشوف الابجيكتف بتاعت محاضرة النهاردة هي تعتبر الخمسة في الكورس بس اول واحدة في الريستراكتوري ايدنتفاي الابر ايروي ديزيز في النوز والتونسل واللارينكس لغاية اللارينكس بنسمي الابر ايروي بعد كده الابر ايروي طيب اوتلاين اتيلاكسز يعني ايه الكلمة دي هنعرف معناها بس اكيوت لانج ديزيزز اللي هي من الاكيوت رسبيراتوري ديستريس سندروم والبلمونري ايمبوليز والديفيوز بالمونري هيموراجيك سندروم اوتلاين كوزز اوف بالمونري هايبرتنشن ان كور بالمونال والجزء ده مهم مع الجزء بتاع الهارت فاليار اللي قولناه في الكارديو ولما نجيله هتعرفه ليه نكست طيب هناخد ايه في النوز الانفلاميشن اللي في النوز رينايز سمبلي بسيطة خالص اكيوت وكرونيك الاكيوت كومن اللي هو الايه فيراو الانفكشن ييجي كومن كولت اللي هو دور البرد العادي خالص بكتيريال اللي هي ديفتيريا الديفتيريا ممكن تيجي في النوز طيب الكرونيك الكرونيك بيتقسم حكتين زي ما اخدين في الجنرال سبيسفك ونون سبيسافك الاسبيسفك اللي هي الجرانيولومة زي مين السيفلس السيفلس الجرانيولومة بتاعته ليها اسم اسمها جاما دي تعمل ايه في النوز تعمل ديفورمتي تعمل شكل غريب في النوز بتعمل تشوه فيها اسمها تبقى شكلها سادل نوز اللي هي المطموصة اللي هي الجزء بتاع العضم اللي في الانف من فوق كده يختفي تماما لان الجرينيلومة دي بتعمل ديستركشن للكارتلج طيب التي بي ييجي في النوز الليبروسي ييجي في النوز الراينوسكيليرومة عشان انا ونفس النجو كنت بتلغبط فيها الراينوسكيليرومة هي تيومر في النوز لأ دي جرانيولومة عادية جدا ببكتيريا وهنعرف اسمها دي الوقت فدي النقطة اللي انا عايزك بس تتعرف الراينوسكيليرومة ده specific granulomatous inflammation في النوز النسبسيفك النسبسيفك مهمة لان هي common الالرجيك او الهايبرتروفيك بوليب اللي هي اللحمية عند ناس كتير قوي بقى او العكس اتروفي يعني فيه هايبرتروفي هايبرتروفيك تمام؟ لصف سنسيشن بس ده لصف يعني يفقد حسة الشم بس مش التزوق التزوق دي جديدة بقى الكوفيد والكلام ده كل نيكست ادي الراينوسكيليرومة ده جراف ليها كده صورة نعرف منها بس لنه هي ايه chronic granulomatous inflammation في الأبر respiratory tract caused by اسمها ايه بقى klebsiella rhinos kleromatous ما ليش دعوا بالاسم اعرف لي ان هي granulomatous disease في النوز وفيه cells specific ليها اسمها ايه الكلمة تحت هي mycolyx cells cells characteristic تمام؟ نشوف الباسولوجي بتاعها mixed inflammatory infiltrate composed of بلاقي بلازمة cells زي اي chronic inflammation واليمفوسايتز والmycolyx cells دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن vacuolated macrophages اسمها التاني mycolyx cells ودي characteristic جدا للراينوس كيليروم بقتي الكلام مش مهم يبقى انا المهم عندي ان هي chronic granulomatous disease في النوز بالزات ان هي mixed inflammatory infiltrate في بلازمة cell واليمفوسايتز و vacuolated macrophages اسميها ايه هنا mycolyx cells next ايه تيومرز اللي تيجي في النوز تيومرز بنقسمها benign او malignant الbenign angiofibroma ده benign tumor بيكون من vessels و fibros tissue او condroma اللي هو الايه التيومر الbenign tumor بتاع الكارتلج اسمه condroma كل ده كلام جنرل البابلومة دي اللي بقى نقول عليها ايه كلمتين هنا طيب اشهر ان البوليب دي سببها inflammation بيبقى بسبب chronic recurrent allergic rhinitis او chronic infection من كتر الكورونيسيتي ان بيحصل ايديه ما في التيشو يبتدي يتكون polyp inflammatory polyp او allergic polyp طيب لو تيومر ما فيش inflammation ولا حاجة هي من نفسها كده رح تعملها ايه papilla تبقى اسمها esquemas papilloma وده بيسيريال تيومر من lining بتاع النوز طيب مشكلتها ايه بقى انا عندي نوعين لو هي عادية خالص ماشي دي ما فيهاش مشكلة بتتشال وما بتعملش حاجة لكن المشكلة لو نوع اسمه ايه inverted papilloma ال inverted papilloma ده locally invasive يعني ايه locally invasive يعني هتعمل destruction للنوز بس مش هي مش spread هي مش مش malignant تمام لكن هي هتضمر ال الانف وشكلها وبتاع طميش ما دي حاجة في وش البني ادم برضو واكيد هتأثر على نفسه يعني ما نستهونش بيها يعني ما قلش ان هو benign tumor خلاص ما في ده يا ما يقعد به ايه المشكلة خليه عايش به يعني لا ما فيش حاجة اسمها كده هيها بتضيق العيان وهتعمل له destruction في النوز وممكن تخش على sinuses هو اللي يعني بنين اسيبها ما فيش حاجة اسمها كده ما دايم فيه complication او فيه حاجة اللي عيام متدايق منها وانا اقدر اشيلها وهي tumor اشيلها ليه اشيل malignant بس والبنين اسيبه يعني مش قادرة افهم الفكر في حاجة زي كده وبنشوف كتير يقولك لا دي بوليب سيبها سيبها ليه ما سيبهاش لا تتشال طبعا دي حاجة في مجرى النفس تمام يبقى squamous papilloma epicellial tumors may be locally invasive مين اللي locally invasive هي ال-inverted papilloma next ادي الصورة اهي الصورة دي nasal polyp lower power magnification edematous mass lined by epicylium ادي ال-epicylium اهو من بره اهو superficial اهو وادي ايه كل الفاتح ده spaces اللي لونها فاتح خالص كل دي ايه اديمة دي allergic polyp ما فيهاش اي حاجة خاص نيجي بقى للنحية التانية بص ال-inverted ال-inverted papilloma شايف ال-squamous epicylium فين داخل جوه جوه ال-papilloma داخل زي مقلوبة كده زي الشراب بالضبط inverted papilloma تلاقي cells nest of cells of squamous epicylium growing inward داخل الجوه تمام طيب growing inward hence is a term inverted المنظر ده ألاقي نست شنيعة بالمنظر ده لو دكتور ال-pasology قالك اللي هي inverted papilloma وسيادتك دكتور أنفو أزن تخش تشيل كويس with safety margin شيلها من جدرها زي ما بيقول وخلاص وي مش هتطلع تاني لكن لو allergic polym يا إما أن أنت تجرب مع treatment لسه موجودة وحجمها مش بيصغر شيلها في الحالتين تتشايل المفروض لأن دي حاجة ممكن تعمله obstruction والإنفكشن 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 هترجع بتفضل خلاص بقى مزمنة يفضل عايش طول عمره في إنفكشن كده ليه طيب ليه ما نشيلها ايه مشكلة next ادي الجزء الأولاني بتاع النوز دي الحاجات المهمة اللي عايزك بس إيه تعرف نخش عالتونسلز بقى عندنا التونسلايتس في الأكيوت وده الكومينست طبعا والأشهر إيه الستريبتو كوككار typical appearance is of enlarged ridden تونسلز بتبقى التونسلز كبيرة ولونها أحمر قوي due to reactive lymphoid hyperplasia زي ما هتاخده بعد كده ان التونسل دي عبارة عن lymphoid tissue هي عبارة عن يعني lymphoid اللي هي الخلايا أو نسيج اللي هو ليه علاقة بالإيه بالinfections واجنسة البكتيريا وبروتيكشن والكلام ده كل جزء من اليميون سيستم طيب dotted by pin points of exudate يعني اللون الأحمر ده تلاقي فيها نقط قد راس الدبوس pin point يعني راس الدبوس ويبتدي يطلع منها زي post أو secretions المنظر ده بسميه follicular tonsillitis ده typical typical tonsillitis ما قلوش اي واحد زوره واجعه يقولك اه ده عنده الليوز لا فيش الكلام ده كلمة عنده الليوز يبقى المنظر ده موجود ان هي كبيرة وردن لونها احمر congested ولاقي فيها النقط ده بتاعت السي secretions يبقى اسمه follicular tonsillitis dotted by dotted من القطة by pinpoints of exudate amounting from tonsillar crypts خرجه من layers او السطح بتاع التونسل لكريبت او لنطوءات كده بيخرج منها السي secretions دي so called follicular tonsillitis the major importance of streptococcal source root ايه المفروض احنا ناس واخدين كارديولوج المفروض ماشي الروماتيك فيفر وقلنا اهم حاجة الانتيبيوتك تاني بقول العيان او الطفل ياخد full dose of antibiotic for 10 days هي كده العيانة معهاش يديها انتا تمام يديها انتا من عندك يعني الطفل ده لأ عشان حرام حرام يبقى تنسليتسو في الاخر يجي له مشكلة في القلب طب على ايه ده الموضوع كله يعني بسيط antibiotic 10 تيام ان شاء الله ما تبقاش recurrent وطبعا الجولوميرولونفريتس دي مصيبة تانية هناخدها لما ناخد 200 و3 ان شاء الله يبقى أنا عندي مشكلتين ممكن يحصلوا من التنسليتس بالستريبتو كوكال انفكشن الروماتيك فيفر والبوست سريبتو كوكال جولوميرولونفريتس بعد كده الريكارنت أكيوت تنسليتس فيفر ديفلوبمنت أو كورونيك تنسيلر انلارجمنت يعني في ناس عندها ان التنسلز كبيرة ده من الكورونيك انفكشن بيبقى لينفويد هايبر بليزي طبعا عملا البوستركشن برضو في نفس ونقدر اخد نفس كويس ده الجزء بتاع التنسل اللي أنا كنت أريد تعرف طيب ناخد في اللارينكس اللارينجايتس اللي هو الانفلاميشن نمشي بنفس التأسيم أكيوت وكرونيك أكيوت الدفتيريا طبعا تيجي في اللارينكس فيرال انفكشن زمان أو مش من زمان يعني من فترة قبل موضوع الكورونا وكده كنا بنشوفها مثلا لما واحدة مثلا تقول لها جاريتها حطي مش عارفة إيه على إيه عشان البوتجاز ينضف تيجي بقى جاية هي الاستقبال طبعا سيفير لارينجا الإديمة من الخلاطات الغريبة اللي بتعملها دي دلوقتي بنشوفها كتير للأسف بسبب الكورونا الناس تروح الناس عندها يعني مش عارفة ليه الهوس بالتنظيف بزيادة كده إيه يا جماعة ما تنظفي عادي البوتجاز بصبونة وكده يا ستي ما يتنظفش حتىك ما تموتيش نفسك عشان مش عارفة مين جاية التريق عليها يعني تسمع كلام من الناس ما يعقلش أبدا أن أنا موت نفسي عشان حاجة زي كده ويخشوا المطبخ أصلا ليه ويشوفوا البوتجاز يعني كلام غريب جدا المهم الاريتنس دي أشهرها الكلور بالذات اللي هتشوفه في الاستقبال الفيومز طبعا الناس اللي هي لقدر الله في حريق تمام يحصلوا سيفير لارينجا الإديمة من الدخان والحاجات ناس يعني اللي هي بتتوفى في حريق شقة أو ناس مثلا رجل إطفاء يعني اللي هو بيقولك توفى من طوع الحماية المدنية بسبب حريق مش إن جسمه تحرق لأ إن حصلوا من الفيومز والكلام ده سيفير لارينجا الإديمة وما تلحقش إن هما ياخد كورتيزون طبعا IV ياخد وريد لغاية ما يروح المستشفى فورا تمام طبعا الحاجات دي بنشوفها من الحوادث دي سواء الاريتنس اللي هو أشهرهم الكلور ده اللي ممكن هتشوق والخلاطات اللي بيعملوها للتنظيف وكده وغالبا بتبقى في ميل والفيومز اللي هما الناس اللي هي في شقة شقة حرقة أو مصنعة حرقة أو يعني الناس اللي هي لها علاقة بحادث الحريق تخلي بالك لو الإسعاف جاي وجايب ناس من حادثة في حريق أو حاجة زي كده تخلي بالك إن مش بس الاسكين يعني مش حرق في الجلد تخلي بالك من الناس اللي ممكن يبقى عندها لارينجا الإديمة صح صح كده طيب كرونيك الاسبيسيفيك برضو التي بي والسيفلس عادي ممكن ييجي ويه النون اسبيسيفيك السموكينج أو الويس أبيوز زي ايه الناس اللي بتوحاضر تمام بجلالارينجايتس معلش مهم ويه السموكينج السموكينج خلي بالك بقى من أول ما نبتدي الرسبيراتوري السموكينج ماشي معنا في كل المصايب اللي هتحصل وهنشوف تمام بما فيهم من أول اللارينجايتس بيعمل طبعا اللارينجايتس وهنشوف هيوصل لإيه بعد كده والفويس أبيوز الناس اللي هي بتستعمل صوتها سواء حد محاضر أو حد بيغني أو يعني وطيفر واحد في مطش لما يعني كده يعني الحاجات دي تمام نيكست إيه تيومرز اللي ممكن تيجي في اللارينجايتس بيبقى فيه ريأكتف نوديولز اللي هي البوليبس برضو دي بتيجي على الفوكال كورد most often في الheavy smokers برضو من السفير أو الريبيتد إيه إريتيشن سواء بسموكين أو بيسموها السينجرز نوديولز مش شرط إن هو يكون مغني لأ برضو نفس القصة زي ما قلتلك يعني الانفلاميشن بيبتدي بأريكارات لغاية ما يتكون إيه بوليب سببه سموكين سبب إن هو بيستعمل صوته كتير برضو هو المحاضر حد في ماتش راح يستاد عمال يزعق وبتاع حد ناس مغني حفلة الكلام ده كله تاني حاجة السكويماس بابلومة دي لوكيتد على الترو فوكال كورد وبتبقى صوفت وراس بري زي العنقود كده بالضبط هوريك صورتها بروليفريشن ريرلي مور زين وان سنتيمتر بحجمها صغير هو بيخش بمنظار حنجري يشوف المنظر ده يعرف إن هي سكويماس بابلومة ويروح شايلها كارسينوما أوف لارينس نوعها إيه سكويماس سيل كارسينوما إن ميل كرونيك سموكر تقريبا 99% من الناس اللي عندها لارينجر كارسينوما هو سموكر هو مدخن ملهاش حال مفيش حاجة مفيش حاجة نعرفها فيري كومن هي تعمل كده غير السموكينج نيكست نشوف الصورة بص السينجر نوديولز اللي هي بتبقى سينجل صغيرة لوحديها كده تمام أهي بعد كده البابلومة أهي صغيرة خالص وما تجيش صانتي تقريبا أو أقل من صانتي منان انفيزيف طلعه كده على true vocal cord وادي cancer of vocal cord طبعا ده صورته هنا يعني خفيفة جدا هوريك الصورة دلوقتي grossly إنه بيبقى عامل invasion داخل بقى إيه وبتبقى طبعا large وfriable وalcerative mass يعني tumor مالجنا tumor squamous cell carcinome نيكست بص المنظر ده لارينجر مفتوح من وراء من الخلف تمام بص المس كل دي دي squamous carcinome متخيل حجمها قد إيه طبعا دي فيها hemorrhage فيها حتة فيها نيكروزز شكلها شنيع طبعا يعني وده عامل لارينجيكتومي بسبب كده ده اللي هو بقى تلاقيه يعني الناس لو حدها يشحط مسا ولا حاجة حاطت بقى إيه في حاجة رأبته مفتوحة كده وحاطت فيها حاجة وما بيتكلمش غير لما يدوس إيه على الفتحة دي ويتكلم من الجهاز أو الحاجة البلاستيكة اللي هي إيه خارجة منه كيف تير أو بنشوفهم شحاتين بالمنظر ده نيكست ودي كان صورة الأناتومي عشان بس في ناس ما كانتش متخيلة الصورة اللي فاتت ليه من وراء ده الإبيجلوتس فانا ببص هو مفتوح ودي الإبيجلوتس هو تمام ودي الهايوه يتبوني يعني صورة أناتومي مالهاش قيمة أويا يوفيولا وده الطنج طبعا لما بيبقى المكان هنا تمام طبعا بيبقى يعني المكان سيء جدا يعني هنا بص المكان أولا very narrow وبعدين ممكن بيعمل invasion لحاجات كتير قوي false focus record والhighoid bone والتحت مش عارفة رايح فيه طبعا حتى المكان طبعا غير إنه هو بيعمل obstruction لنفسه والمكان دي وبيعمل invasion length nodes والسيرويد بتبقى أقصاده طبعا حاجة يعني وكيفين نهو مش هتكلم أساسا تاني ده شيء صعب جدا يعني وكل ده عشان سببه إيه لsmoking فدي صورة صورة أناتومي ما نجدعو بيها وبس تويلستريت إن دي الابي جلوتس ودي مثلا hyoid bone واللارينكس ده مكانه وإحنا فتحينه من وقره أدي الابي جلوتس هي الصورة اللي فاتت مفتوحة من هنا من الجزء ده مش عارفة السهم باين ولا لأ يعني أدي الابي جلوتس وأنا بفتح اللارينكس من وراء في الديسيكشن لما إن شاء الله تبقى باسولوجيست اللارينكس بيتفتح إيه من وراء فتلاقي الابي جلوتس في الوش اللي هي هوريها لك الصورة اللي قبلها أهي دي الابي جلوتس وأنا فتح اللارينكس من وراء أهي أجيب صورة الأناتومي تاني أهي أدي الابي جلوتس يا رب بس السهم يبقى إيه وأنا ببص هنا ومفتوح إيه ده من وراء مفتوح من ناحية دي مش من ناحية دي أما أفتح أفتح هنا حاجة يعني الجروس دي سيكشل هي بقى بصوروجيست بعد كده مش هتفرق يعني المهم هي شكل إيه عايزكم تعرفوها هنخش بقى على lung diseases نيكست إحنا قلنا هناخد الأكيوت ليجينز ده في محاضرة النهاردة أول حاجة في الأكيوت ليجينز عايزك تعرفها كلمة أتيلاكسز أو كولابس يعني إيه بس والباقي تسمعوا عشان بعدين أتيلاكسز يعني إيه يعني إن كومبليت نيونيتل lung expansion الطفل ما يتولد ما حصلش lung expansion نفسه أو اللانج ما فتحتش عشان يتنفس تمام ده اسمه أتيلاكسز أمان لو حصل نفس القصة إن اللانج قفلت وما فتحتش عشان يتنفس الشخص أسميها إيه كولابس هما لاتنين حاجة واحدة بس هو بيقولك في الديفينيشنز إن الأتيلاكسز دي اللي هي النيونيتل اللي هو لسه مولود وإحنا لما الطفل بيتولد هو المفروض intrauterine ما بيتنفسش باللانج هو بياخد أكسوجين من البلاسينتا لما يخرج هيتبتدي الrespiratory centers تشتغل والمفروض إن إحنا إيه بنضربه عشان يصرخ فيعيط فياخد إيه شاءة النفس دي اللي هي الفيرست إيه respiration هو بيعمله في أطفال لما يتولد ما فيش ما بينطعش تروح تعمله أشعة تلاقي اللانج كأنها مش موجودة كلابس اسمها إيه بقى في الحالة دي أتيلاكسز طب لو حد كبير وهنشوف ممكن يحصله إيه اللي هيخلي اللانج تقفل كده وما تفتحش هنشوف تلات حاجات ده اسمه الأكوايرد أتيلاكسز أو الكلابس بقى أقول تاني أتيلاكسز represent incomplete neonatal lung expansion تمام or collapse of previously inflamed lung already خلاص يعني inflated أسفة inflated lung بيتنفسه كل حاجة وحصرت حاجة جديدة خلت إن اللانج يحصل لها collapse إيه الحاجة دي الأكوايرد أتيلاكسز كلاسيفايد as resorption compressive وcontraction إيه الكلام ده الكلام ده اسمعوا next resorption يعني إيه هو فكرة الأتيلاكسز إن اللانج مبقاش فيها air الألفيولاي مبقاش فيها air فحصل لها إيه انكمشت ما خلاص ما هي اللانج بتبقى expanded بالهوى اللي داخل لها مفيش هوا داخل خلاص اللانج قفلت على كده كأنها جزء ده من اللانج مش موجود اللوب ده مش شغال وساعة تبقى اللانج كلها كارسة resorption حصل بسبب إيه resorption بسبب complete airway obstruction بص الصورة اللي تحت حصل هنا حصل هنا اللي حصل إيه complete obstruction طيب وبعد ما حصل complete obstruction الهوى اللي المفروض يدخل ما بيدخلش فكده الجزء ده من اللانج ما بيدخلوش هوا جديد طب والهوى القديم اللي كان موجود حصل له إيه حصل له resorption of oxygen in the dependent alveoli الجزء بقى اللي هو المفروض موجود في اللانج الإير اللي فاضل حصل له إيه خلاص راح للتيشو والمفروض يبقى replaced بهوى جديد مستنى يبقى هوا جديد هنا فيه complete obstruction ما فيش هوا داخل يبقى هنا لهوا داخل وهنا الهوى ده اللي موجود في الالفيولاي راح التشو كده خلاص بقت اللانج امتي روح حصل كلابس على طول تمام اسمعها تاني الميوكاس بلاج متخيل ان هي ممكن تكتل وتعمل obstruction للالفيولاي اه ممكن وتعمل lung collapse الهوى ما بيدخلش والهوى القديم اللي موجود اللي كان داخل من الrespiration اللي قبل كده خلاص راح التشو فالجزء ده بقى empty مفهوش هوا foreign body aspiration دي كتير قوي بقى في الاطفال بالذات يعني المنت ال down syndrome تمام or bronchial neublism او يكون في tumor هو اللي سادت القصة دي الميديا steinem ده شكل في ال x-ray اسمعها بس دي مش مهمة ميديا steinem shift towards the atelactic lung ان الميديا steinem ليه عشان هنفرق بينها وبين اللي تحتها فلما نشرح اللي تحتها هنفهم compresive compresive معناها ضغط يعني في حاجة ضغط على lung هو ما فيش obstruction والحاجة الهواء المفروض داخل وطالع عادي جدا ولكن في حاجة قفلت على الالفولاي من برا عملت compression عليها when the plural space is expanded by fluid البلورا مثلا فيها effusion تمام من heart failure او فيها tumor زي الميزوسيليومة او في blood زي الانيوريزم كل ده بيتجمع في البلورا والبلورا دي تروح ضغط على lung يحصل compressive collapse او باي air نيموسوركس ان البلورا دي واحد رح واخد مطوى في صدره اللي هوى دخل البلورا رح ضغط على lung وعمل فيها collapse ودي اشهر حاجة بقى في الفيلم اللي انا بقوله ده كله اللي انا عايزك تعرف ان انت في الاستقبال هتلاقي كتير المنظر ده واحد واحد مطوى في صدره المطوى دي ما كانتش تعمل invasion لللنج ذات نفسها مجرد ان هي دخلت في اللي واللي اداله المطوى رح شايلها تاني رح داخل air في وعمل compression على اللنج على طول دكتور يعملوا اشعة يبقى باين جدا ان اللنج خلاص يبقى عاملة زي السفنجة الصغيرة ان شاء الله تشوفوها في التشست زي السفنجة الصغيرة متجمع في طرف الميدياستاينم ويجاي العيام بهيستوري أوف طبعا دكاترة الشيست بيتدخلوا بيحط تيوب under water seal حاجة اسمها كده عندهم وخلاص والموضوع يتحل واللنج تفريد تاني ان هو بيخرج الهوا بيحط انبوبة يشفط بيها ايه الهوا ده ده ميدياستاينم shift away from the atelactic lung يعني ايه بقى shift away المفروض ان في compression فاللنج دي مزقوقة فالميدياستاينم المفروض كمان يتزق بعيد عن الصيد يعني مثلا لو هي في الناحية اليمين المفروض هو حصل لهم للم بحاجة في البلورا من الناحية اليمين يبقى اللنج هتتحرك ايه شمال ومعها الميدياستاينم كمان يتحرك شمال ما هي هتزقه تمام ده منظر في الـ X-ray ده بيتوصف في شكل الـ X-ray ممكن اجيبها لكم في الـ CBL ولكن هي مش مهمة لك كاباسولوجي انت هتشوفها في الاستقبال الموضوع ده يبقى سهل جدا لأن في حاجة ضغطة على اللنج لو الناحية اليمين في حاجة هتزقها هتزقها فين هتزقها شمال يبقى الميدياستاينم كمان بيتزق معاها شمال العكس في الـ Resurrection عشان كده قلتلك هتفهم لأن الـ Resurrection فيش حاجة بدخطة على اللنج هي من نفسها حصل فيها Obstruction وهي نفسها إيه اللي حجمها صغر مفيش بلورا ضغطت عليها فهي لما حجمها صغر يبتدي الميدياستاينم يتشد إيه ناحيتها ومال إيه الـ Contraction أتيلاكس ده بيبقى فيه Fibroses والفايبروز لما ينكمش يروح ماسك اللنج عمل لها زي كده الـ Restrictive Bericarditis بيبتدي يعمل الفايبروز ده بيعمل Non-compliance يعني اللنج ما تفتحش وتقفل بسهولة فيبقى فيه Source of Collapse Not fully expanded هو بيقولها كده الـ Contraction أتيلاكس When local أو generalized Fibrotic Fibrotic changes in the lung or plural prevent the full expansion يبقى فيه مشكلة في الـ Expansion بسبب الفايبروز الحاجة متليفة أكيد اللنج مش هتتحرك نفس فكرة Restrictive Bericarditis فيه Fibroses في الـ Bericardium يبقى الهارت مش هينقابد بسهولة نفس الفكر أتيلاكس is potentially reversible للـ Resortion ده سببه الـ Obstruction لو أنا دخلت بمنظار وشيلت اللي عامل إيه الـ Obstruction خلاص اللنج بتفرد تاني وتمام الـ Compressive اللنج بتفرد تاني وتمام لما يحطوا الـ Tube اسمها كده Tube Underwater Seal شغل بتوع الـ Chest بتوع الصدرية بيعملوها تمام وعادي والعيين ممكن يروح تاني يوم ولا حاجة تمام مين اللي مش هيحصله مش هيبقى reversible تالت نوع اللي هو فيه Fibroses لأن ده already ده مشكلة organic بقى في اللنج إيه نفسها تمام Next يعني إيه بالمونار إديمة بالمونار إديمة إن فيه fluid جوه الـ Alveoli leakage of excessive interstitial fluid which accumulate in Alveolar space إيه مشكلة إن يبقى فيه fluid في الـ Alveolar space مش هيحصل Air Expans Air يعني مش هيحصل إن الأكسجن exchanged مع CO2 يعني ما فيش respiration هو respiration ده اللي هو إيه الأكسجن exchanged مع CO2 التشو ياخد أكسجن والCO2 يروح لللنج عشان إيه يخرج برا الجسم لو فيه fluid العملية دي مش هتتم فدي مشكلة كبيرة البلمونار إديمة البلمونار إديمة results from يأما increased hydrostatic pressure أو increased capillary permeability due to endothelial أو alveolar injury هتاخدوا التفصيلة دي كتير جدا في الفيسيولوجي بقى التفصيل الممل لكن أنا بالنسبة لي اللي يهمني الendothelial injury ده إن هو هيخلي capillary permeability مش شغالة كويس فتبتدي الفلاويد تتجمع جوه lung وده مش المفروض يحصل هنشوف بقى هنشوف إيه الأسباب اللي ممكن تعمل حاجة زي كده next أدي الأسباب شايف الرصة قد إيه increase the hydrostatic pressure أنا عايزك تعرف إيه الheart failure طبعا وأنهي نوع lift sided heart failure دي أهم حاجة عندي أهم سبب تعرفه للpalmolar إديمة ده بسبب increase the hydrostatic pressure وإحنا إيه شرحنا الجزء بتاع circulation الصورة اللي كانت في الكارديو وإزاي بيحصل pulmonary edema إيه تاني مهم nephrotic syndrome هناخده في 203 أي سبب يعمل إديمة في الجسم generalized liver disease kidney disease heart disease hypo albuminemia كل الحاجات دي بتعمل إديمة في الجسم كله بما فيها اللنج طيب lymphatic obstruction والendocelial injury ده اللي مهم اللي هو بسواء infection بقى أو بتاع شوف بقى injury direct infection bacterial pneumonia inhaled gases تعمل نفس القصة liquid aspiration gastric content الناس اللي في التخدير يقولك العيان مات في التخدير ازاي انه بيبقى واكل مش صايم ومش اي اللي الدكتور معرفش عملها له مفاجأة ولا اي مش قادر افهم يروح العيان طبعا هو في البنج مفيش reflex بتاع القف يعني لما يشرق يخش gastric content في التركية المفروض يكح مفيش الكلام ده هو في البنج يروح gastric content داخل جوه اللام ده HCL يعني severe irritation وممكن يدخل عيان في pulmoner اديمة ولو ما تلحقش ممكن يموت تمام near drowning واحد بيغرق حاجات بقى injuries كتير كده ما تفرقش معانا انا اللي همنا هو left sided heart failure في الموديول اللي احنا بناخده ده دلوقتي وال endocerial injury هتأخدها مع micro bacterial وviral وحاجات كتير بتعمل القصة دي next الاكيوت lung injury and acute respiratory distress syndrome and diffuse alveolar damage ده بقى اللي بيحصل في الCOVID 19 للحالات اللي هي بيبقى فيها severe severe distress نشوف بقى كل كلمة او definition بتاع اي acute lung injury characterized by abrupt hypoxemia and diffuse pulmonary infiltrate in the absence of cardiac failure يعني مفيش heart failure ولا حاجة ولكن بلا ان اللونج مليانة infiltrate وfluid وinflammatory cells وبيحصل hypoxemia لنفس القصة بتاعت البالمونار اديمة ان زي ما في البالمونار اديمة فيه fluid بيمنع الoxygen exchange برضو هنا فيه بالمونار infiltrate وسيكريشن وانفكشن رهيبة برضو عملة نفس القصة تمام طيب ومارك كلمة acute respiratory distress syndrome is at the severe end of acute lung injury ده نهاية lung injury يعني بيبتدي acute lung injury والدنيا تدريويتد وتتضمر خالص توصل لأكيوت respiratory distress syndrome لما اخد اللانج دي تحت الميكريسكوب اشوف اشوف ايه اشوف منظر اسميه diffuse alveolar damage عرفت الفرق بين التلاتة الأكيوت انجري مرحلة اولية ال audit respiratory distress syndrome مرحلة نهائية خلاص العين بيموت وال diffuse alveolar damage ده شكل الحاجات دي تحت الميكريسكوب ده حاجات localized في اللونغ او اسباب systemic infection trauma toxic exposure bancaryatitis يوريميا اللي هو renal failure immune reactions حاجات كتير جدا طب لو انا مش عارفة السبب يبقى بيسموه acute interstitial pneumonia تمام طب next ادي اسباب adult respiratory distress syndrome في direct lung injury جدول ده مش مهم تحفظه common causes pneumonia طبعا دلوقتي اللي هي covid-19 اللي بتعملها aspiration of gastric content قلتلك ان هي ممكن تموته هيخش في adult respiratory distress syndrome less common causes pulmonary contusion واحد ياخد خطة في الحوادث بقى ياخد contusion severe contusion في lung fat impoli near drowning وبقيت ايه وحاجات كتيرة طيب indirect lung injury sepsis ان في septicemia في الجسم جا كل بما فيها طبعا lung tissue فهيحصل respiratory distress syndrome severe trauma shock الكلام ده كله واسباب تانية كتير ايه مش هتفرق ده جدوى for illustration للتوضيح فقط يعني ده مش 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 next الباسوجينيسز هناخد حاجات بسيطة او الادد respiratory distress syndrome زي ما قلنا is the end result of acute alveolar injury طيب الانيش الانجري او اللي هي الحاجة اللي بتحصل في الاول ايه بيحصل affect capillary endothelium ده المست frequent او الالفولار ابسيليم الانجري ده بق سببه زي ما يطلع infection toxin ايا كان but in the end both are clearly affected يعني بيقولك سواء الكابيراري هي اللي حصل فيها damage الاول ولا الالفولاي ذات نفسيها مش هتفرق معنا هو اللي اتنين هيحصل وبعدين بيحصل increase capillary permeability caused by action of elucocytes of endothelium بلاوة تانية في fibrin exudation في hyaline membrane ودي الكارسة ان فيه membrane بيقفل الالفيولاي خالص خلي بالك البلموناري اديمة ممكن تتعالي العيان اللي ممكن ياخد ادوية تقلل الاديمة من جسمه العيان يخرج من الرعاية عيان الليفر عيان الرين اللي لو غسل والدنيا تمام وعمل ديالس وكده ممكن يخف يعني فيه امل ان الميا اللي في جسمه تتسحم لكن البلموناري الاسفل بأدلترس الادلترس لا ده فيه ممبرين يتكون قفل الالفولاي خلصت على كده عشان كده ده اندستيج فيتل خلاص العين بيموت الاكسودات and defuse tissue destruction cannot be easily resorbent ما بيخفش بسهولة خالص مو بيخفش خالص عشان تبقى عارف يعني and the result is organization with scarring ده لو عد هيحصل fibrosis بعد كده in contrast to the transudate of the cardiogenic pulmonary edema which usually resolve pulmonary edema بتresolve العين بيخف عادي لكن هنا لا فيه fibrin وفيه hyaline membrane membrane بيتكون ده هتشيله ازاي ما بيتشلش next ادي المورفولوجي ادي الصورة اللونج بتبقى dark red وfirm وairless وهي طبعا لان هي مليانة fluid واكسوديت والممبرين اللي بيكون ده قفلها خالص microscopic الي ايه الفولار اديمة متوقع بيسيلي النيكروزز وفي نوتروفيلز والهيالاين منبريد دي واضحة جدا بقى الصورة دي اسميها ايه قلنا تحت الميكروسكوب تفيوز الفولار دامج اللي هو في العيان اسمها ايه acute respiratory distress syndrome ادي الممبرين اللي عليه السهم المفروض لو شفنا صورة نورمل في الهيستولوجي للألفولايت اللي هي very thin وفيع جدا متخيل السيكنس شوف الممبرين عامل ازاي وكله inflammatory cells او المنظر ده بيطلع من الجوزة ستاع الكوفيد 19 خش على اي موقع في انه هو بيقول cadaviric examination او الاوتوبسي لعيان الكوفيد 19 هتلاقي انه هو diffuse alveolar damage نفس المنظر بالزبط next clinical features predictors of poor prognoses include ايه الحاجات اللي poor prognoses بص هتلاقي الكلام اللي احنا عاملين بنقوله advanced age النازق الكبار في السن bacteremia انه هو يكون اصلا عنده sepsis وبكتيريا في جسمه كله تهتلاحق على ايه ولا ايه development of multi system organ failure تبتدي بقى ايه الكلا بقى تلاقي العيان كلا مششغالة liver مششغال بعدين الheart خطت شوية على جهاز تنفس صناعي وخلاص most patient who survive recover normal respiratory function within 6 to 12 months وده اللي بيقوله ان العيان لو ربنا قدر له ان يعدي من الكوفيد 19 بالمنظر ده هيقعد من 6 ل 12 شهر عنده مشاكل في التنفس بسبب الفيبروز والميمبرين اللي متكون ده مش سهل انه هو يتشال the rest develop diffused interstitial fibroses leading to chronic respiratory insufficiency next طيب 8 diffused pulmonary hemorrhage syndromes اسامي فقط goodbusture syndrome ده هناخدو في 23 it is called anti-glomerular basement membrane disease كأنك ما سمعتش idiopasic pulmonary hemocidroses intermittent وفي diffused alveolar hemorrhage but no anti-bismant membrane antibodies ما سمعتش برضو كلام ده كتير وكلام كبير هناخده 2 و3 بالتفصيل عايزك بس تسمع ان синدروم دي بيحصل معاها hemorrhage في lung شكرا و الفاسكوليتس associated hemorrhage حاجات بقى كتير اسمها hypersensitivity angitis systemic lupus و vagnar granulomatosis وده خدناه vagnar granulomatosis خدناه في الفاسكوليتس وده في البلموناري هنا في الهيموراجيك سندروم وهناخده بقى كمان في الكيدني من لي مطلوب منك في الكيدني مش هنا خارس وبيبقى معاني croses and granulomatis vasculites next pulmonary embolism مصيبة تانية كل دول acute lung lesions كلها مصايب وشغل رعايات more than half of all autopsy pulmonary artery occlusion بيبقى venous thrombosis في lower extremities أو في البلفس اللي هو DVT تبعت pulmonary embolism أو rarely it can be due to non thrombotic material fat embolism amniotic fluid embolism tumor cell embolism أو bone marrow أو foreign matter اللي هي الناس اللي هم بتوع المدمنين لو يحط لك البودرة فيها مياه واخدها في الحقنة تخش وريد بدا محقنا وريد يحقنا في شريان وليلا بقى أنواع الامبوليزم دول موجودين بالتفصيل في الجنرال مش هعيدهم بقى هنا تاني أهيا كان نوع الامبوليزم هي دخلت فين في البلمون ري اردري تمام طيب ايه الكوزز لو قسمناهم كده نفراتهم بقى كل الحاجات اللي هي بتخلي العيان عنده عرضة لان يحصل سرومبوزز أهمهم ديف في تي أو ديف فين سرومبوزز اللي يعمل بلمون امبوليزم عشان كي بيقولك بعد العملية لازم تقوم على طول متعودش ترقد كتير في السرير لازم تتحرك عشان ايه عشان المصيبة دي الناس اللي عندها كانسر عشان هايبر كأجيبال ستيت ملتيبول فراكشورز والأورال كونتراسيبتف بيلز اللي هي حبوب منع الحم في بعض الأنواع وبعض الدراسات بتقول ان هي بتعمل هايبر كأجيبال ستيت بص المنظر منظر صراحة يعني من أسوأ ما يمكن من أسوأ ما يمكن large saddle impuls saddle يعني واخد بيفوركيشن بتاعت البلموناري ارتريز impuls from الفيمورال vein الفيمورال vein هو اللي كان فيه سرومبوزز ودي المنظر ده شايفين اللي حاجة عملا زي التعبان كده تمام هي دي المنظر طبعا حجمها رهيب دي طبعا تعمل دي ايه acute heart failure في الright side بتعمل sudden this تمام طيب astride the main left and right pulmonary artery اللي بتاخد المين left والright pulmonary artery في نفس الوقت بنسميها saddle impuls next clinical consequence may vary and range from asymptomatic في ناس بيجي لها pulmonary embolism بتبقى صغيرة مش جاية في الارتريز الكبار اللي احنا شفناهم فيه شريان او حاجة بسيطة في اللنج وتعدي العيان ما حسش بيها او ان هي تعمل sudden this the vast majority of emboli are clinically silenced بيبقوا multiple وصغيرين وده من رحمة ربنا تسات ربنا ان هي كده minority cause acute core pulmonale قلنا core pulmonale معناها heart failure because of lung disorder lung disorder هنا ايه pulmonary embolism كلمة core pulmonale تاني core pulmonale معناها right side heart failure because of lung disorder فهنا يبقى سميه acute right side heart failure او acute core pulmonale شوك ممكن يبقى بسببها تعمل له شوك اصلا او dis ما هي شوك او dis يعني مش عارفوا اللي نفرقها هنا المهم المهم a minority cause acute core pulmonale shock or death at bifurcation زي ما قلنا اللي هي saddle a impoli typically from large saddle impoli and the remaining cause pulmonary infarction اللي الحاجات الصغيرة دي اللي هي لا تذكر بتعمل pulmonary infarction next طيب البلمونary hypertension البلمونary hypertension normally ان البلمونary artery البلود pressure بتاعه ايه قليل كان من 30 30 على 15 مثلا ما يزدش عن كده even during exercise المهم مش مهم الرقم المهم انه هو low pressure system ان المفروض اصلا ما يبقاش الضغط عالي في البلمونary arterial circulation نهائيا تمام طيب البلمونary hypertension يعني ايه يعني ايه يعني systolic blood pressure في البلمونary arterial circulation above 25 يا شوف الليمت قليل جدا يعني هو بيقولك نوت اكسيد 30 على 15 يعني لو 25 ده كده يدخلين ايه في البرلمونary hypertension ارقام صغيرة جدا مش مشكلة next في نوعين primary secondary هناخد primary primary pulmonary hypertension dereal disorder وغالبا الحاجات primary بتبقى unknown cause شكرا بس بتبقى البروجنوزز بتاعها سيئ جدا لانت مش عارف لا سبب فانت هتعالج ايه يعني اللي بيذاكر يقولك اه الحمد لله مفيش سبب مش هنحفظ اسباب ماشي تعالى عالج بقى تعشتغل تعرفش فالsecondary انت عارف سبب للحاجة كطبيب هتعالج ناس وبالنسبة لك احسن rare disorder of unknown etiology and poor prognosis with that arise in the absence of heart or lung disease فيش حاجة هو يعني في القته كده مولود بيها كده ان عنده مشكلة في pulmonary circulation most common in young female لو سيفير بقى يبتدي يعمل حاجة اسمها blexy form lesion تحت الميكروسكوب مش مهم انا وريك صورتها وخلاص مش مهم خالص القصة دي next اهي دي blexy form lesion دي لو اتشافت في واحدة يعني ضايد وعملنا لها مش لقين اي سبب للوفاة واخدنا autopsy باللونج لو لقين دي معنا هي عندها pulmonary arterial hypertension ودخلت في heart failure وهي ما متعرفش صادن يعني او progressive next secondary pulmonary hypertension في جوز passive وجوز hyper kinetic التأسيمات دي في الفيسيولوجي برضو خلي بالك الجوز بتاع circulation والكلام ده كله هتلاقي في في فيسيولوجي كتير فما ينفعش تزاكر الباصولوجي ده من غير ما تكون سمعت محاضرات الفيسيولوجي بتاعته ده ضروري عشان الكلام ما يبقاش مبهم بالنسبة لك أنا مش هعيد فيسيولوجي هنا خالص يعني ايه يعني المشكلة من بره اللونج بس ايه سماعت في اللونج ده كلمة passive بالمعنى يعني بالشرح البلدية تمام الميترالستينوزز والكونجيستف او الكورونيك ليفت فينتريكولار فيلير نفس القصة الصورة اللي شرحناها في جزء بتاع الهارت فيلير في الكارديو تمام يبقى ده باسف ان اللونج مافيش هو من بره كده جتلاق مصيبة من بره ان في بريشر في البلمون بسبب ميترالستينوزز او كورونيك ليفت فينتريكولار فيلير وطبعا ده اسباب كومن ميترالستينوزز والهارت فيلير يعني ده كومن جدا هايبر كايناتك ان البلد بقى هو اللي جاي كتير في ده ما تفرقش معانا هايبر كايناتك دي خالص ومش هسألك عليها دي حاجات كونجينتال في الهارت ماناش جاوة بيها دلوقتي انا اللي يهمني ان السكندري بلمون هايبر تنشن سببه الميترالستينوزز والهارت فيلير البرايماري ما يفرقش معايا ولا الهايبر كايناتك ده حاجات تعال الاطفال اللي هم شغالين كونجينتال وده علاجه وخش لازم يعمل عملية ويقفل البيتان داكتس دي او يقفل السبتال ديفكت لو عنده صخب في القلب يقولك طفل مولود بصخب في القلب دي مشكلته انه بيعمله بيعمل له هايبر تنشل وممكن يدخل الولد في هارد فيلير ديتيلز جراحة في اطفال ماناش داخلي بيها انا قلتلك الجزء المهم اللي هو الباسيف ساكندري بالمونري هايبر تنشل طيب يا اكتر بناخدهم ليه عشان دي التأسيمة يا بابا لو ما اديك الكلام كده مفرط مع بعضه يعني انا بنقل حاجات وحطها لك لمحاضرة لازم تبقى اواخد الكلام بفريم عام لكن انا بقول لك ايه الحاجة المهمة اللي تعرفها نيكست طيب تالت نوع الفازو اوكلوسف ده بروغريسيف ديمينيوشن في الفاسكولار بيت في اللونج ده بقى ايه ان فيه مشكلة في الفيسلز الفيسلز ذات نفسها بتتضمر فده بيعمل بالمونري هايبرتينش ما هي بتتضمر يعني بيدي بيحصل فيها فازو كونستريكشن الاسباب ايه يقيم اول سبب الاوبستركتف طيب اللي هو المالتيبول ايمبولاي او سرومباي زي السيكل سيل ديزيز البلهارسي البلهارسيزز او الشيستوسوميسز ان الديدان نفسها بتاوبستركت الفيسلز فتعمل بالمونري هايبرتينش وكان حد من زمائلك السنة اللي فاتت جاب لي بيبر فعلا كاتبة الكلام ده كان بالنسبة لي معلومة غريبة جدا يعني زي دو فعلا وفعلا كده ان الورم ذات نفسية بتتحرق بصبعا حاجة فيري رير هو الكمان الامبولاي او السرومباي اللي بتبقى صغيرة لو كتيرة جدا ممكن تقفل البالمونري بالمونري فيسلز وتعمل هايبرتينش طيب الكلام ده هنفهمه اكتر مع المحاضرة الجاي يعني ايه يا دكتور ايه الكورونيك انفيزيما وايه ديستراكشن وايه الكلام ده ده هناخده المحاضرة اللي جاية بس عشان لما اقول لك المحاضرة الجاية انه الديزيز دي بتعمل بالمونري هايبرتينش تعرف الميكانيزم بتاعها ازاي انه هي الفاظو اكلوسف ميكانيزم انه هي عمل الدستراكشن في الفاسكوليتشر بتاعت اللنغ زودت البلاد بريشر جوه البالمونري سيركيوليشن فحصل البالمونري هايبرتينش او الكور بالموني الكورونيك برونكايتس المحاضرة الجاي برونكيكسز بنفس الطريقة التي بي محاضرة الرابعة يوم كونيوسز محاضرة التالتة كل الديزيزز اللي هناخدها الاندريزلس بتاعتها ايه الكور بالمونال الميكانيزم ايه فازو اوكلوسف النهية بتعمل ديمانش بتقلل الفاسكولار بيد في اللونغ فتزود المفروض ان هي تكون الفيسلز كتير فالريزيستنس مش قوية لكن لما تبتدي تقفل فيسلز تتضمر كأن فيه فازو كونستريكشن كأنها مش موجودة فالبلاد اللي رايح في الفيسلز اللي متبقية هيروح ببريشر عالية جدا فيحصل بالمونال هايبرتينشن اخر حاجة الفازو كونستريكتف طيب ان ريزيدنس ات هاي التيتيود اللي هو الالفيلار هايبوكسيميا مش مشكلة برضو القصة دي شغل بطنة ماليش فيه يبقى عرفنا النقط المهمة ايه في البلموناري هايبرتينشن البلموناري هايبرتينشن ده مهم عشان المحاضرات الجاي يبقى الساكندري مهم والنوع الابليتريتف طيب بتاع الفازو اكلوسيف طيب نيكست الرايد فينتريكولر هايبرتروفي and failure الفيلير يئما اكيوت يئما كرونيك وقلنا كلمة كور بالمونال يعني الهارد فيلير اللي في الناحية الرايت اللي بسبب لانج ديزيز لازم الديفنيشن كامل كده الاكيوت سببه ايه؟ سببه كرسة مصيبة سببه حاجة اكيوت طبعا مين الاشهر؟ هي البلموناري امبوليزم السادل طيب الاكيوت كور بالمونال this sudden right heart failure may be caused by a saddle impuls obstructing the pulmonary artery or sudden overload of a chronic core pulmonال by pneumonia اللي عياني يبقى اصلا عنده كور بالمونال عنده right side heart failure chronic واساسا اللونج ميت ضمارة يروح جاييله نومونيا عشان كده بنقول الناس في الكوفيد 19 الناس اللي عندهم مشاكل في الرئة take care مفروض ان انت تخاف على نفسك لان منكر الرئة اصلا بتاعتك متضمارة تاخد كوفيد 19 تخش في acute core pulmonال وخلصة الليلة خلاص الموضوع انتهى ومات الكرونيك الكرونيك كور بالمونال this form of chronic right heart failure in a consequence of chronic pulmonary hypertension العين بال عنده انفيزيما عنده كرونيك برونكايتس برونكيكسيس بيقعد بيها سنين فده بيبقى عنده chronic core pulmonal next دي الريفرنس بتاعتنا المحاضرة تباني ان هي تقيلة بالذات الجزء الاخير بتاعها اسمعوا بالرحة تاني ولما ناخد المحاضرة الجاية واللي بعدها الدنيا ايه هتبان اكتر تمام next thank you وشكرا لكم بالتوفيق زي ما بقول اسمع المحاضرة مرة واثنين اول مرة تسمعها بس وتاني مرة تبتدي تزاكر مع البوربوينت الموجود وان شاء الله الدنيا تبقى تمامة شكرا بالتوفيق ان شاء الله